موسيقى لطفا الحسنية مرأة مغربية حاليا أقيم في مدينة باشلونة أشتغل هنا في مؤسسة الكاتلان الجدد فونداشون نوس كاتلان وهي مؤسسة كاتلان بشؤون المهاجرين والمرافقة ديالهم في جميع الإجراءات التي تخص سواء الحصول ديالهم لأوراق الإقامة أو الاندماج ديالهم هنا داخل المجتمع الكاتلاني وكذلك هي مؤسسة كما تشوفوا يعني من بعد فيها عدة مكاتب هذه المكاتب هي مفتوحة لجميع الجمعيات يعني ذات أصول مغربية ولا أسيوية ولا إفريقية ولا لاتينية يعني بشيطة هما جمعيات التي تنشط في الحق الاجتماعي هنا في كاتلونيا المستوى الدراسي ديالي هو درس في المغرب حائز على الإجازة في الأدب الفرنسي من جامعة عبد الملك السعدي بيتتوان كلية الأدب وكذلك حاصل على ديبلوم الدراسة المعمقة في نفس التخصص وهو الأدب الفرنسي من نفس الجامعة طبعا المشاركة السياسية هو أمر جد هام أمر مهم جدا بالنسبة للأشخاص ذو الأصول يعني المهاجرة فخصنا دائما يعني باش نندمجوا أحسن في مجتمعات الاستقبال خصنا دائما يعني نكونوا مواكبين الأحداث ومشاركين في الحياة السياسية ديال المجتمع اللي احنا فيه فمن هاد المنظور يعني حاليا أنا عضوة في الحزب الكونفاق والوحدة الكتالوني مابقاش الكونفاق الوحدة لكتالونيا أنا حاليا عضوة فيه عضوة وكنشط خاصة في في السكتورية الديميغراسيون دائما الهجرة موضوع المرأة المهاجرة المغربية هنا يا موضوع شائك شائك جدا دائما كان المرأة حاليا المرأة المغربية يمكننا نقوله أن عاد يعني بدأت في مراحل في مرحلة الأولى من مراحل الاندماج لأن هناك ما قدش نقوله عدة أنواع يعني من النساء وكي عدة تجارب عدة تجارب ديال الهجرة ديال النساء فانطلاقا هالتجارب ديال الهجرة النسوية اللي جاتنا هنا يا نكتالونيا فتكونت يعني واحدة النظرة يعني على المرأة المهاجرة اللي هي يعني نظرة ماشي موحدة متشاعبة فهناك في أمن النساء اللي جات بحدها يعني بحدها يعني بحدها يعني يعني بحدها يعني اخذت على عاتقها المشروع ديال الهجرة ديالها يعني وجات فهد النوع من النساء هي يعني نساء شابات مستوى دراسي يعني يعني لا بأسابي فهد النساء هادو يعني كيشتغلوا في يعني في واحد صغر الشغل اللي هي يعني عادية هي بسيطة في حالة بفمثل خاصة العمل المنزلي ولا في العمل ديال في الفندقي فكينا نوع آخر اللي في المثال كيشتغلوا عن تجمع العائلة فهدو كيكونوا أكتر يعني كيكونوا يعني كيبقوا في الدار ما ما يندمجوش ما كيخرجوش هيت الأزواج ديالهم بعض أحيان كيسعدوهم شي يعني ما كيعطوهم شي يعني الفرصة بشيخرجوا بشي تحكوا يعني بالمجتمع حتى لقد قدر لا يتوقع شي مشكلة ما في ستحكوا عنا أمثلة كتير هنا عاد يتحكوا منسخ ما كيعطوهمش فين يمشي وما كيعطوهم شوي يعني كيحن حاولونا نوعيرهم شوية ما كيعطوهمش اللغة ما كيعطوهمش فانا يعني فانا يعني الضور في المجتمع دور ديال المجتمع الدور ديال المؤسسات في حال هذه ديالنا يعني هاد النساء هادو نعمل لهم دروس ونوريهم فين يمشوا فين يجوا كان في أخرى كان النساء اللي هما خلقوا هنا فتيات ديال الجيل تاني خلقوا هنا فهذو يعني وصلوا لواحد المستوى الدراسي لبأس به لأننا كنشوفوا على أن المشاركة السياسية هي واجبة وضرورية يعني وكتعلن عليها جميع الأحزاب السياسية المغربية ولكن في نفس الوقت غير مفاعلة في نفس الوقت يعني غير مفاعلة وما كناش يعني في هذا الواقع ما موجوداش مهم هناك أسباب تقنية أسباب ولكن حاليا في الحقيقة شخصيا يحس في نفسي على أن كتشوف هناك جاليات يعني عندها أقلية كتتمتع بحق التصويت في حالة في المثال من يكون عندهم انتخابات في البلد الأصل يعني في حالة بغانا غينيا جزر كما يعني جاليات صغيرة بزاف هنا يعني عندها حضور بارز يعني كيمشي وعندهم كيمشيوا كيصوتوا الجزائر يعني جالية جزائية كيمشيوا كيصوتوا كيمشيوا كيصوتوا هنا نعم في انتخاباتهم إلا الجالية المغربية وهذا شيء يعني ملفت للانتباه ولكن للأسف ما أرض الواقع ما لحد الساعة يعني ما كانت مننا أننا يمكننا في المستقبل القاري إن شاء الله يمكننا نصوتوا دخل بلدنا كذلك ما شيء عن طريق الوكالة طبعا نصوتوا يعني هنا يعني عن طريق المكاتب القنصلية ولا ما كاتموا عدة لهذا الغرض كمديرة اتصال هنا في هذه المؤسسة ديال الكتالان الجدود يعني عندي اتصال وعلاقة بالميدان الإعلامي هنا ويعني وكن شارك إعلاميا كذلك مع بزفة ديال المواقع ديال المغربية والكتالانية لهذا لاحظت ومن ديما كنلاحظها أن هناك نقص كبير بزف في الإعلاميين المغاربة ولا في صوت إعلامي يعني مغربي اللي ينقل يعني الهواجيس وينقل يعني انشغالات وكذلك الأفرح والمصارات ديال الجالية المغربية هنا يبكت على الونيا خاصة وبإسبانيا بصفة عامة ففي الحقيقة قناة منذ المجيء ديالها هنا الكتالونيا يعني كنشوفها شخصيا كتواكب جميع التظاهرات اللي كتقوم بها هنا الجالية المغربية اللي كتقوم بها الجمعيات المغربية جميع الأنشطات سواء كانت التقافية مسرحية ترفيهية ولا محاضرات يعني ولا يعني مشاركات سياسية وكذلك التعريف بالجالية بالطاقات بالكفاءات ديال الجالية المغربية هنا فتحية يعني جد خاصة وجد خالصة لهذا المنبر الإعلامي يعني الهام والجديد وكنتمنى نقوله يعني التوفيق وكنتمنى نقوله دائما يكون حضر معنا وحضر مع الجالية في جميع الأنشطات ديالنا ويعني بعد دراجد طيبة وكنتمنى بكم التوفيق وشكرا موسيقى اشتركوا في القناة